اشتركوا في القناة بإذن الله إن شاء الله يا أستاذ محمد نروح كمال لرأي تاني محمود المكاوي بيقول مساء الخير كابتن سعيد مساء الخير يا أستاذ محمود بيقول سفر تلاتة المصر الأهداف للسلية وصلاح وشريف بإذن الله وأتمنى ذلك لأن المواجهة مصيرية للفريقين وهتكون صعبة إن شاء الله بإذن الله تتوقع النتيجة لكن هو ما توقعش التشكيل طيب معنا رأي آخر بس بيتوقع التشكيل مش النتيجة محمد خارج بيقول الشناوي في حراسة المرمى عمر كمال حجازي عبد المنع الأيمن أشرف على فكرة إلا ربع بحرس المرمى يعني ما عندكش بدال غيرهم السلية وحمد فتحي مرموش والسعيد وصلاح ومصطفى محمد إنت حرس المرمى والربع في خط الدفاع ما عندكش بدال غيرهم بعد إصابة أكرم وإصابة فتوح وإصابة كمان الوينش هشام رمضان بيقول الشناوي في حراسة المرمى أيمن أشرف زهير أيصر حجازي وعبد المنعين 2 مساكين وعمر كمال عبد الواحد زهير أيمن السلية والنين وزيزه في وسط الارتكاز أمامهم مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد هو في استقرار على شكل التشكيل بنسبة يعني 99% لكن المراكز على فكرة اللي أهم من فكرة التشكيل كل واحد مركزه فين والمكان اللي هيلع فيه فين ده مهم جدا عموما كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة نعمل نتيجة إيجابية نتعهل للدور القادم في المركز الثاني إن شاء الله غني أيا كانت لازم نستعد للمرحلة اللي جاية لكن مهم نكسب النهاردة في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء